موسيقى موسيقى بساكم الله بالخير مع بداية اسبوع عديد نلتقي فيه معاكم مشاهدينا ونتمنى أن يكون اسبوع حافل بالإلجازات والأخبار السعيدة لنا ولكم يا رب شون مساك عصان الله يسعد مساك يا أسمى وأكيد نحن نطول على مشاهدينا نمسي عليهم طبعا وكالعادة نبتدي أولى فقراتنا مع ترند موسيقى ترند شون مساك عشر في الجزائر لتنتهي بذلك البطولة التي استمرتها وقفها 12 عام منذ آخر سنة وتسطر بها البحرين إنجاز آخر يحسب لشبابها الرياضيين تصدر اسم اللعبة التونسية أونس جابر مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث الشارع الرياضي العربي والعالمي بعد خسارتها نهائي وانبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي ولد أونس العديد من الألقاب من أبرزها تتويجها بلقب تشارلستون في عام 2023 وجدير بالذكر بأن أونس تحتل المركز السادس في التصنيف العالمي لتنس السيدات تشتاح موجة حر قوية قارة أوروبا وأمريكا وصولاً لشمال أفريقيا وآسيا الأمر الذي دفع بالسكان للخروج إلى الأماكن الأقل حرارة والبحر طبعاً أكيد وكانت قد وصلت درجة الحرارة في بعض دول أوروبا إلى 39 درجة مئوية 39 درجة مئوية مئوية خلت الناس يروحون صب ليبال صب البحر بس ما يوم البحرين؟ ما يوم الخريجي بشكل عام يعني يذيون عندنا بس ما بيتحملون الله يعينها إن شاء الله ويعيننا أكيد مشاهدين أعراض مرضة توحد عند الطفل بتاتاً ما تعتبر عائق في تنمية مهاراته وخاصة في الأوين الأخيرة تنوعة الطرق وتطورات بشكل كبير ومن ضمنها التمارين الرياضية دعونا نتابع هذا التقرير وراجعين مع ضيوفنا في الستيديو الإنجازات ما تقتصر على فئة خاصة أو عمر معين لكنها تعزز الثقة لتنمية قدرات الشخص ولذلك هناك أهمية كبيرة لتطوير مهارات طفل التوحد واستثمارها بالشكل الصحيح اللي يصنع منها الإنجاز ومثال على ذلك محمد الغريب اللي حقق بدعم من أسرة العديد من الإنجازات الرياضية ترجمة نانسي قنقر ومن بعد هذه التقرير المشاهدين بنتعرف على هذا الجانب مع المجرب الرياضي لفئة التوحد نواز عبد الستار والدكتور عبد الرحمن الغريب والد الطفل محمد غريب بساكم الله بالخير طبعا محمد ويانا ماشاء الله ماشاء الله الله يحبنا وما شابه أباهم أظلام الله يسألكم حياكم الله يعني بابتلي معاك أنا كابتن يعني لو بنتكلم عن همية الرياضة في حياة طفل التوحد طبعا احنا عارفين ان الرياضة مهمة حق الكل طبعا مو بس توحد بشكل عام حياتنا شيء أساسي وشيء رئيسي في حياتنا في حيات التوحد أنا أعتبر رياضة نوع من علاج لهم يعني يساعدهم في حياتهم عندهم مثلا حرق الدهون يساعدهم في حرق الدهون عندهم مثلا النشاط زائد عندهم مثلا سلوك غير مرغوبة فهذه كلا تقدر تعاجع عن طريق الرياضة فرياضة أنا أشوفها أي برنامج نحن نسوي لازم نخلي الرياضة شيء أساسي في البرنامج لأنواد نساعدهم في حياتهم نعم جميل دكتور نبي نتكلم عن المراحل الأولى للدراية بالحالة والمعرفة فيها شون تكون هذه المراحل ومتها غالبا تكون وراحة الاكتشاف المشكلة نعم اكتشافها نعم وهذه قصة عودة نختزلها دكتور أنت ما شاء الله متحدث برك الله فيك قصة طويلة طبعا أكبر يعني الأم الأبولين شافوا أنه عندهم طفل عندهم عندها مشكلة نعم يعني يبتدون ينكرون هذه المشكلة ويدي الشون تالي فيها يعني خلنقول والبال وش صار وليش إحنا وليش كيت وليش كيت وإذا كان الأم الأبول بعد دكاترة يعرفون كل شيء قاعد يستوي أسرع بطريقة أسرع يعرفون بطريقة دقيقة يعني فهلخصة طويلة نحن يعني مرين بمراحل وطبعا لازم أقول لأمو محمد هي الليد في هذه المسألة 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 إننا وصلنا إحنا مراحل بداية شوفوا كل شيء يستوي بس لازم إحنا ما ننكر ما في مشكلة موجودة معينة والتعامل معاها بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب وهو الشيء الخطوة الصحية أما أنا أنتظر إنه يعني ولدي ينقلب طبيعي 100% مثل ما البقية وهو حالة حالة غيرة بس يختلف عني نعم فبالتالي نازم نفهم هالمعادلة نتقبل هذه الفكرة نازم نفهم أنه يختلف عننا يعني ما في شيء غلط نعم هو عنده طريقة معينة في الحياة وانت عنده طريقة على الفكرة وانا عندي طريقة فبالتالي نازم نفهم هالمعادلة ذي صحيح فهو في النهاية لازم يعني يعني يديش عيش حياته نعم وغني دور الأسرة في هذا الموضوع أنه كيف تفهمون كيف تتعاملون ويعرفون أن هذه مو مشكلة لازم يعني نعم مشكلة معينة لكنها لازم نتعايش معها وما نظل في أول وال لازم ننتقل الخطوات أنه كيف نأهل هالطفل هالشاب هالبنت هالريار العود إلى مختلف مراحل نعيش فعلا مستقل في حياته هذا هو الدور المهم وهذا هو الأهم الآن طبعا هو الأهل اللي يركز عليه إن شاء الله نعم هذا هو الأساس ويمكن هذه خلينا أنا أسأل كابتن نواز أيضا يعني أكيد يعني حالات توحد مختلفة وكل حالة لها خصوصية أنت وبالنسبة لكم هل تبنون برامج معينة تتناسب مع كل حالة ولا في برنامج شامل هو يعني يصلح لكل هالحالات لا طبعا التواحد في حالات في شديد في متوسط في بسيط ففي بعض الأطفال مثلا حالاتهم كلش بسيطة فأنت تقدر تسوي له برامج عادية عندنا محمد أنا أعطيه تمارين عادية نفس طبيعيين يقدر يسوي أو أرحوية جيم أخلي على تريدم يأخذ وقته يروحه يزايد السرعة يروحه يوقف الجهاز أي تمارين أعطيه مجرد أقول له بس أنا أقعد فوق الكسف وبروحه يسوي أما في حالات لا صعب أنا أخليهم يروحهم يسويونه صعب أدمجه ومثلا محمد محمد مستوى مستوى أعلى اللي أقل شوي لازم أكون وياه لازم أوقف يام ما أخلي بروح على الجهاز عادي يطيق لك حب بسك الجهاز فحالات مختلفة فكل حالة يكون لها تمارين تدريبات خاصة نعم طبعا دكتور المدرب ذكر بعض التمارين اللي مارسها محمد معه سواء في الجمعة أو التمارين في عدة من جولات رياضية شنون حددتوا التمارين اللي محمد عنده شغل فيها أكثر لا احنا ما نقول شذي احنا نقول أنه يعني هذه الفئة تحتاج لك تفهم الجوانب اللي ممكن يعني تنقصها نعم في فراغات موجود لازم مليها له الفراغات هذه لازم مهارات الحياة تنحط فيها الشون يغسل الشون يتحسن الشون يمشل شعرة الشون يطباخ الشون يسوي القهوة يسوي ريوقة هاي كلها مهارات يحتاجها وهاي دور الأسرة تبقى مهارات الحياة الثانية إذا قدرنا نعبي الفراغات اللي عندها بحيث أنه ما عندها وقت أنه ويداش فيه في سلوكيات خاطئة هنا تتعدل سلوكه بشكل عام تعديل الحياة من خلال اكتساب مهارات مختلفة فإحنا جدا حريصين ومريدين منعطيه مهارات يعني السباحة ركوب الخيل الرياضة الموسيقى الركز البيانو العزف ركوب إليه ما طبعا وصلنا إلى مرحلة إن اكتشافنا إنه إنه في شيء بعد قاصر وهني طبعا الكابتن نوازو من درست عالي لهم الفضل في هذا الشيء إنه فعلا ملأوا حياة محمد بشيء فعلا جدا مهم الرياضة هذي موارسة في كل وقت الصبح ظهر الليل اليمعم مسافر فبالتالي ما عنده فراغ بروحه فبدي يعني الفراغات الموجودة انشحنت برياضة مختلفة طبعا تردمل سيكل ماشي بيدل مضرب موارسة كل هالرياضات هذي محمد صار يدش فيها صباحة وكو بخيل ركوم طبعا طبعا هم الزمان لكن الفكرة فيه انها غيرت السلوك عنده انه بدأ واشي ما عنده فراغ الطاقة اللي عنده قام يفرقها في شي مختلف ذلين يحبون الأكل ذهديت جديد أبه وعفسه فالرياضة قام ما تحرق وفعلا نلاحظ الرشاقة والجسم محمد يس يال جود وبعدين الشغلة مهم انه تعلم ياخذ دور مع الفرق الثانية انه لا يستطيع لعب بروحه مشاركة طبعا يشارك الآخرين في مباريات مختلفة الجري والسباق والبيدل والرياضة والذي فقام يدش فيه المحيط أكثر يعرف انه فيه ناس فيعرف انه اليوم جيم مع مستر نواز في فلان مكان اليوم بنروح كذا بيكون معاننا فلان وعلان وهلما جرع صار عنده روتين حياء اكثر نقدر نقول يعني الدكتور قال انه ما يقدر يلعب بروحه يعني انا فهمت انه كان في فترة يلعب او في مرحلة معينة كان يلعب بروحه يعني انت هل من الافضل لطفل التوحد انه يتدرب منفردا بشكل فردي ولا من ضمن مجموعات لا كبداية لازم يكون بروحه لما اكتسب المهارة بعدين تقدر تدخل في العاب جماعية يقدر دي الافرق المجموعات هذي هل في مجموعة خاصة بكل حالة متشابهة مثلا تغريبا في كل حالة بروحة طبعا نفس ما قلت في حالات مختلفة عندنا حالات بسيطة متوسطة شديدة فعلى هالحالات احنا نوزعهم في المجموعات ونحن في التمارين نقدر ندمجهم بس في وقت في النهاية نقدر كل واحد يدع مجموعته على حسب الحالات ونحن قد لا نقدر نعطيهم علعاب جماعية عشان لا يحسون بروحهم هما وهذا يجب يحتاجون تمارين جماعية حلو دكتور محمد لم يكتف بس ممارسة الرياضة بل حقق انجازات اليوم نبين تكلم عن هذه الانجازات الحقق والله محمد يعني من سنين هو يركب خيل ويقفز وذي وسافر برع البحرين وشارك وحصل ميداليات يعني وين في فرصة احنا دائما نشجع الآن طبعا الفضل مثل كابتن نواز ومدرسة عالية خلوه يدش في مجالات احنا ما كنا سافروا بالسعودية واماكن ثانية وما شاء الله حقق بطلات وميداليات وحفزة يعني زين هو الفراق في حياته انشحن اول ما عنده اشياء لا حين انشحنت وويد ما عنده وقت يعني الريال مشغول ويد مشغول ويد يعني ويعرف ان اليوم ترى نواز بس ما ببي بدل ما ببي هاللون يعني يحدد هو يختار بعض يعني يعني مثلا السيكل بسيكل اليوم يروحون كم كيلو نواز 20 كيلو يعني يروحون وماشاء الله يعني يروحوا يمستانس يعني وعندها القجة ماله وكل شيء يعني فيعني اعتقد الرياضة هو جدا مهمة لتعديل السلوك عند مشاكل طيف واسع من مشاكل الاعاقات السلوكية والآخرين وتحديدا مشاكل التوحد ديفنتلي له دور كبير في موضوع انه يعني نقدر يعني نشاركهم في هذا المجال الدرجة المشاركة وإلى آخره وذي هاي طبعا اعتمد على مهارة المدرب والكابتن طبعا ما قصر يكتشف المواهب هذي ويساعد في تحديد الرياضة المعنية ويخليه يكملها وفعلا محمد ما قعد يا قعد كل يوم شيء يديد حتى لما يسافر براع لازم عنده يروح الجيم مقاما في الفندق أي مكان وبروح يروح بعد دكتور انت مهتم جانب معين مهم بعد تعديل السلوك للغذاء أنا شفت لك كذا فيديوز يعني هو تريق الله يحفظه ما رأي يتريق ما رأي يتغدى يعني حسنت أنه فيه اهتمام أيضا بتعديل السلوك للغذاء ولكن بشكل غير مباشر لا محمد الله يحفظه يعز الأكل أكل لازم يحترمه ويخارس اللقم يخلصه يعني شنو رحم الله من شسمه وهذه طبقة حرفيا يعني ولكن طبعا لازم نحدد نحن نساعده في اختيار الوجب على فكرة يعني هو يعني يختار الوجب مال تبعا يقول مثلا ليلة أنا بباستا اليوم مثلا ساندويش يعني ما مش يعني جنك فود ما مش مثلا كوله ماء كذا فهو يتعلمها ذريل يتعلمون كل شي بس لازم أنت تتساعد بس هو يحب يطمخ فشوائر ما شاء الله نعم يحب يساعد يجهز يطمخ لنا يوم وحن زوركم يطمخ لنا كابتن نواز يعني طفل التوحد شديد الذكاء نعم صح أنت كمدرب رياضي ومن خلال رياضة في شنو رصد ذلك يعني مثلا عندهم ذكاء غير طبيعي مثلا لدرجة أنت مثلا عطيتها تمرين خلاص حفظ التمرين ثاني يوم بس تقول لها اللون أو تشرح لها مرة خلاص يحفل فما شاء الله عليهم عندهم ذكاء غير طبيعي فهي شيء واحد يعني يساعدني في الرياضة عطيت تمارين خلاص يبي يحفظ ثاني يوم يتلى نفس التمارين يسويه فإذا قيرت له ما يعجبه فخلاص يعني عندهم دقاء غير طبيعي نعم دكتور نيوم أنا فكرة مو بس ذكاء هذري عندهم إخلاص في أداء العمل تعطيه مهمة لازم يسويها بإخلاص ما في تعيير ما يسويها ما في روح الكزام ما ميش ما ميش الأمانة والسلوك والنقاء تلاقي عن ذلين هذري ما يعرفون العيارة فإذا إذا خذ مهمة يسويها بيرفكت لازم نعم هذي يعني كلهم على كل مستوياتهم حلو دكتور اليوم أنت خير مثال بارك لتمثيل الطريقة الصحيحة للتعامل مع طفل التواحد شلو نصيحتك للأسر اللي عندهم حالة تواحد في البيت وأيضا أبيك توجه نصيحة للمجتمع شلون يتعاملون أول زي لازم نعتز بهم أكيد هذا لينتاج الرأس إذا ما تعطيه قيمته وترزه وتجدمه أنت ما راح تغير شيء في الدنيا لحياة شذيه كل يبوننا عندنا مشاكل اللي ما يسمع واللي ما يتحجي واللي عنده نفسيا واللي عنده كذا ساي عنده بعد تواحد وين المشكلة؟ هو يختلف عنه هو ما يبي عاطف يبي تفاهم وهذا هو المسج لازم نفهمه لكن الأهل لازم يكون عندهم الرغبة والإمكانية ولازم يسوون يروحون حق المجتمع يأخذونهم يطلعونهم يودونهم المجتمع ما يدري هذه إعاقة يعني غير ظاهرة مو مرئية مو مثلا الله يحفظه موحا مثلا ما يتشوف واحد ما يمشي المجتمع يتعاطف مع ذلك بسرعة يبطل الباب يساعدي يوديه يشيله وهي سلوك طيب والمجتمعات كلها هاتش ذي الناس تحب تساعد لكن إذا أنت خشيت طفلك وإنه هو مو صغير وما تشاف الدنيا والناس معرفة ترى أنه في مشكلة هاللون كيف نشوف فهمنا المجتمع؟ بضب لحنا مطلوب منك أنت تتفهم أنه ذي عنده مشكلة ما بتغيرها له هو ولد توحدي بيواصل عمره توحدي والله بيختاره توحدي أنت لازم تفهم شون تتعامل معه كمجتمع وهذا دورنا كأسره كمجتمع يعطيك العافية يعني محمد يتحداني في لعبة معينة أنا ما أخفيكم لعبتوا يا عساس أني بس أعرف اللعبة وكذلك والله بذل جهد معنا اللعبة سهلة لكن غلبني بفارق ويدعود أنا بحاول أعوض إن شاء الله حين إن شاء الله إن زين بس والله ما لا تعاطفت ولا أنا داش بروح التحدي لكن ما شاء الله علي يحفظه يعني وبالفعل يعني دات النودة دات النودة لا لعل شوي محمد ونلعبها في لعبة ثانية بكارها الدكتور قبل الهوى عصام إذا تقول عن العشرين ثانية محمد عندها الإنستغرام مالة ونحن نحط له يعني نشطه يعني فيه النقاط هذه المتقاطعة كلمات بما فيها النقاط توصيل الألوان أمانة لعبات مالة الذكاء وينتقل مستوى لمستوى ثاني الطريف أنه منزل اللعبة في الكمبيوتر في الآيباد وفي التلفون أمه وتلفون خالاته كلهم ويوقفون عن لذل معين هو يكملها يروحون لذل الثاني اللعبة أمانة لو أن ألعبها يعني مسامحة يعني ما أبيلي ساعة يمكنني إشتراني أربعين دقيقة ساعة لما أكملها الله يحفظها محمد يعني عشرين ثانية عشرين ثانية ثلاثين ثانية المستوى الثالث الرابع يحلها عندها ذاكرة ما شاء الله ويتخيل رسمهم ويمشي عليها هذا لي عندهم خيال عندهم يعني عندهم الخريطة تختلف عن خريطة العادية توزيعاتها غير لكن تشتغل ويتزين بس لازم نكتشفها ونساعدهم فيها نعم كابتن أوواز أنت بالنسبة لك أين شفت الذكاعد محمد من خلال الرياضة والله أنا بدأت يا محمد تقريبا هاي قصة يعني أيوم جاعة الكورونا كلمت محمد قال إن أنا ولدي أبي كدربة في غياضة وكذلك قلت في البداية شنو يعني شكت في الداربة قال إن أبي صر رياض غياضي إنه يا أكل أبي يحقق دهون إنه يكون جسمه ساليم فأنا بديت ويا جربت سيكل سباحة تمرنت ويا جاري حست إنه في جاري زين عنده يعني عنده مهبة في جاري يقدر إنه فسدش بطولات ومسابقات كلمت محمد قلت شاركة في البطولة قال والدي محمد ما يقدر يركض قلتها أنا مداربة ويركض ويا ما حالك فخذنا البطولة بطولة بطولة شيخ خالد اللي صارت في فورملا هي مركز الأول وما تفاجأ كانوا موجودين محمد ومحمد مركز الأول أقب شهرين صار بطولة في سعودية أكلمت محمد قتب بمحمد بغضاوية قال لي ما عندنا أي مشكلة دام هو وياك وياك طبعا مدارب راشد هو دائما يكون ويا ويا محمد بس هو توم سوية عملية الله شافي إن شاء الله فرحنا سعودية يوم مركز الثالث تقريبا ألفين مشاركين يوم مركز الثالث فراشد يا سيك راكو يعرف راشد شوف 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 نعم فراشد دائما يكون ويا وكتجال لنا أنا كون مدارب أنا لازم أركز على السباق وعندي ناس غير يشاركون محمد لازم واحد يركض ويا فراشد دائما يركض ويا فهو يعرف مزيف فهي مركز الثالث في السعودية فأنا حسيت هنا وفجاري يقدر يعطي نحن 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 نشوف الآن نحن مشاهدين عندنا مجموعة من التمارين الرياضية اللي الآن نشوفها من خلال الكفتة النواز ومحمد وبعدين ننتقل حق التحد يا محمد ونشوف من يغلبان ولا أنت نعطي كذا تمارين هو يقدر بروحة ما يحتاج بس أنا شح يلا كم حمد يلا كم حمد لا تقنون حمد لا لا حبس ببتنش حمد نحن 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 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 24 25 26 28 29 22 23 24 25 27 29 22 23 45 26 28 29 22 23 45 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 20 1 2 5 6 7 8 9 10 2 5 6 7 8 9 10 10 1 2 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 1 3 4 10 1 6 7 8 9 10 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 هل سوف أعطيك ضحكة التحدي أعطني ضحكة هاي صفزاتني أكثر هاذ اللي بتخلينا أغلبك يا محمد وان منيت محمد مستعد؟ مستعد؟ من بيغلب؟ هنوارا من بيغلب؟ وان وانت؟ هوين محمد؟ يالله يوين ها؟ يالله محمد كم هي وانت تنتظر أن يدفن أمها بتبيني محمد 1 وانت تنتظر أن يقام بتبيني يالله محمد يالله محمد انت تificarين أن يدفن؟ ها محمد؟ 30 يالله محمد امها بتبيني محمد؟ كم Sunday こ حسناً يلو يلو حسناً طبعاً نشرحك بشكل سريع طبعاً هذه اللعبة يكون وقت 40 ثانية يكون اللونين محمد يختار لون أزرق سيد حسان يختار لون الأصفر حسناً يكون تقريباً وقت اللعبة 40 ثانية ينرى من أكثر ضرباتك على لون ما هو الفوز حسناً محمد أريدك المثال أريدك المثال نعم لذلك تقريباً يالله يالله بسم الله وأنا أبعدكم مشاهدين أن أبذر كل جهدي والله لا تعاضف موفقين إن شاء الله أجمعين يالله سيد يالله محمد تاج بلو 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 يالله تاج تاج محمد جيد يالله 20 سنوات بلو يالله محمد بلو 15 سنوات فائز يالله 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 اقول صدعة هاكم نبين مبار الكمبيوتر انترى نبين من احي من فايد بلو خمسين يلو سبعة ثلاثين على هل اللي سويتة عامد دوينر شوني LA جيد يالله هكذا حسنا محمد حسنا حسنا عمي شكرا حبيبي ما اسمه؟ لا اعلم انت نفس الشعور صادت له ايه و ينام والله يكتب لي سيتعوه ولحظتيو على الان طيب احنا يعني يعني والله تشرفنا يعني يعني محمد و يعني محمد حميدة تبتك نعم نحن نحن حمد بك في عمنا محمد اي شيء حلو في حياتنا ترمبط بها الرئيال فعلا احنا احنا يعني ندور اي شيء نحصر شيء زين تلاقي هاي ذيك اليوم ماري شلون سبحان الله الله يعطيك على طبعا الشكر حق محمد له الفضل كبير في هذا الموضوع الشكر لكم الشكر حق الكابتن الشكر حق مدرسة عالية اللي سوت الامقانيات المطبيعية لإحتواء الفئدي وإدماجها في المجتمع والله يجدي الجميع ان شاء الله اللهم امين مشاهدين بس فاصل ان شاء الله ونراجعين نكمل فقراتنا مشاهدين طلبة جامعة البحرين دائما يبهرون بتميز مشاريعهم اللي يقدمونها طبعا ضمن خطة التخرج ومؤخرا حصد فريق اختراع اليد الاصطناعية على المركز الاول في مشاريع التخرج كافضل مشروع وحظي بإقبال كبير من قبل الأساتذة المشرفين على مشروع التخرج وعشان نعرف اكثر عن هالاختراع معنا في الاستيديو المخترع الشاب عيسى العويض يا هلا ومرحبا فيك حياك الله بداية هل توقعتوا هذا الفوز او كان يعني تفاجأتوا فيه والله نحن كنا نطمح ان جهدنا وتعبنا نقدر نوصل للمركز الاول ونحقق اشياء برع الجامعة وبفضل من الله وبعزيماتنا وصرارنا قدرنا ان احنا نحقق المركز الاول وبذن الله نحاول نطور المشروع أكثر وأكثر وإن شاء الله نحصل بذن الله نعم ليش رحت اوحق اليد الاصطناعية والمراحل اللي يعني مر بهذا المشروع المراحل اللي مر بهذا المشروع قبل لا ابتدي بهاي الموضوع احب ابدي شكري لزملائي نعمان عبدالغفار ورياض صالح السلام واجهنام تحية وكانت مساهمات ومبادراتهم جدا اساسية وكبيرة ومهمة في النجاح هاي المشروع وبداية اجتماعنا كان اجتماع بيننا وقعدنا نقول أفكارنا وآراءنا وكنا نبي نساعد الناس دوي الاحتياجات وفي نفس الوقت نبي ننمي من قدراتنا وخبراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي كونا هو حين المجال اللي قاعد يستحوذ على المجالات التغنية والهندسية بشكل عام نعم فقررنا ندمج بين الشيئين نساعد الناس دوي الاحتياجات وبواسطة الذكاء الاصطناعي فتعمقنا في البحث وقدرنا نوصل لدراسات توضح أن هناك امكانية أن نصمم هيكل يد اصطناعي وفي نفس الوقت نتحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي نعم 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 التطبيق جدا بسيط هو الهدف الأساسي منه سهولة الاستخدام نعم للمستخدم طبعا عنده تحكم كومل على اليد يقدر بضغطة زر يتحكم باليد بالطريقة اللي يتمنوها فعندنا طريقتين للتحكم أول طريقة هو الصكة والفاتحة التلقائية ها يتساعد على إعادة التأهيل وأيضا تساعد على تمرين اليد وفي دراسات تتبين أنه فيه إمكانية يقدر يسترجع القدرة أن يحرك يده في المستقبل حتى لو بنسبة 2 بالمئة جميل جميل بلا شكل كل مشروع صعوبات تحديات شنو أبرز الصعوبات والتحديات اللي واجهتوها هل كانت فيه مشكلة مثلا مع الوقت مثلا يعني حسب المثال والله إحنا خذ لنا تقريبا سنة كوم لنشتغل على المشروع وواجهنا صعوبات تحديات كثيرة لأنه نحن نتحكي عن نياد إصطناعية فهذه تميل إلى تخصص الهندسة الطبية اللي هو البيوميديكال انجينيريك نعم فكنا ملزومين أن نبحث يعني بعمق في هاي الموضوع والحمد لله وصلنا لدراسة من جامعة نيبلس في نابولي إيطاليا وقدرنا نبعث إيميل لأحد الدكاترة هناك دانيالي اسبوسيتو وهو يعني ساعدنا بطريقة غير طبيعية وعلمنا الأساسيات شلون نقدر نقرأ حركة العضلات ونحولها لموج كهربائي ونبرمجها بالكمبيوتر كلها بواسطة سنسر الإيمجي اللي يستخدمونه في المستشفيات حق القابل حلو عيسى اليوم فيه تعدد وتوفر في السوق للأياد الصناعية شلو اللي حرستوا على تواجده وتميز مشروعكم فيه من هذا الجانب طبعا المعيار الأساسي لكل زبون إذا بيشتري أي منتج هو السعر فأنت وحين إذا بتروحون السوق وبتشوفون الأياد الموجودة الإصطناعية بتلاحظون أن أرخص يد ممكن تحصلونها بخمسمائة دينار لكن مشروعنا تكلفته سبعين دينار ففارق شاسع في السعر وفي نفس الوقت السبب الأساسي لهذه الارتفاع في السعر لأن الأياد الإصطناعية مصنوعة من حديد والحديد جداً صعب تصنيعها ويأخذ وقت جداً طويل وتحتاج كمية هائلة أما اليد الإصطناعية اللي إحنا سويناها كانت مصنوعة من مادة اسمها ABS هي مزيج من البلاستيك وتنطبع 3D ففي خلال أسبوع نقدر نطبع اليد ونركبها كامل ونركب الأجهزة اللي نحتاجها الآن الخطوة الياية عيسى هل هي بتكون استكمال للمشروع أو بيكون في شيء يديد؟ طبعاً عندنا عدة طرق نطور في مشروعنا وهي الشيء احنا شغالين عليه ويأتنا فرص كثيرة وإن شاء الله بنستغلها أن نطلع ونعرض مشروعنا على مستوى الخليجة أو على حتى المستوى الوطن العربي فنحن ما وقفنا لأن احنا هدفنا من البداية كان مساعدة الناس ذوي الاحتياجات فنحن نطور مشروعنا عشان نطلقه في السوق عشان الناس يستفيدون وإحنا نستفيدوه حلو عيسى اليوم تم تكريمكم من قبل شركة إبراهيم خليل كونو كونهم أحد رعاء الكلية شو يعني لكم هذا التكريم؟ طبعاً هاي شرف كبير أن استضافون شركة إبراهيم خليل كونو وإداراتهم ما قصرت وياننا يترأسهم طبعاً الاستطلال كونو نموا وثقة فينا وساعدونا وايد وعطونا نصايح والحمد لله نحن قاعدين نأخذ من نصايحهم ونحاول أن نزيد من نجاح مشروعنا نعم طبعاً نحن اليوم فخورين فيكم وأنتوا سفراء لمملكة البحرين إن شاء الله تماثم البحرين في الخارج ويوصل المشروع ويتطور ويعني يستفيدون منه أكبر عدد ممكن طبعاً مشاهدينا كان معنا الشاب عيسى العويض بالتوفيق وإن شاء الله لاتفار مشاريعكم القادم شكراً لإستضافاتكم بإذن الله موفقين إن شاء الله موفقين إن شاء الله شاهدين نحن عندنا فاصل وراجعين لطالما شكل التعامل مع الآخرين هاجساً للنفس البشرية وهو هاجس لأي شخص بحسب المحيط الذي يكون فيه وسببه الأولي هو حاجة الإنسان العاطفية لاندماج والاختلاط بغيره من بني جنسه من من يستطيع الاستغناء عن علاقته بالآخرين فالحياة مختبر تفاعلي حي يعتمد على الاستفادة والإفادة ويتمكن كثيرون من تحقيق النجاحات والأهداف بسهولة بسبب ما يتمتعون به من ذكاء اجتماعي وهنا قد يتم الخلط بين الذكاء الاجتماعي كقدرة ذكائية ومهارة شخصية تساعد صاحبها على النجاح في حياته وبين النفاق الذي قد يحقق بعض النجاحات لصاحبه ولكن على حساب التخلي عن الكثير من القيم والأخلاق المهمة مما يؤذي النفس والآخرين كنتيجة نهائية مشاهدين ننتقل إلى موضوعنا الأخير في هذه الحلقة مشاهدين أثبتت الدراسات الحديثة أن الذكاء العاطفي أو الاجتماعي يساهم بأكثر من 80% طبعاً في تحديد احتمالية نجاح الفرد أو فشلة في الحياة في حين أن الذكاء التقليدي يساهم بأقل من 20% نعم طبعاً هل هل أمر يعتبر ذكاء عاطفي أو اجتماعي أو يعتبر نفاق؟ من هذا التساؤل ينطلق موضوع فقرتنا التالية الذي نبحر فيه مع الأستاذة خديجة العويناتي أخصائي نفسي أكلينيكي نمسي عليك وحياة شالله حياة شالله حياة شالله نواتينا نحن نحن بشكل عاب نتكلم عن بعض الممارسات عن بعض السلوكيات سواء لها علاقة بالزواج لها علاقة بالتعامل حتى نحن كأفراد في الفريج في البيت كذا بعض الممارسات ونشوف هل هي ذكاء عاطفي أو ذكاء اجتماعي أو نفاق؟ دعونا نبدأ بمحور قليلا مهم حتى أنا بالنسبة لي وبنسبة الكثير من الشباب طبعا يعني عندما نتكلم اليوم عن الزواج مثلا تقليدي صار الزواج من أول اتصال سواء مباشر أو غير مباشر تغديت تعشيت وكلام عاطفي هل هذا يعتبر؟ يعني أنا واحد من الشباب مثلا أتسأل أقول هي متى صارت لها أم وقامت تحاطي أكله وشربه وكذا يعني في الفترة الكثيرة فهل ذي طبعا وقيس على ذلك يعتبر ذكاء اجتماعي ذكاء عاطفي أو نفاق؟ شوف نحن لا نعتبر لا ذكاء عاطفي ولا نفاق هو شيء طبيعي تلقائي يعني أنت لما يكون فيه شخص في حياتك أي أن كانت علاقتك فيه لابد أنه لما تب تتقرب منه تب تظهر يعني توددك له نعم تظهر الإحتمام فيه فهذا الإحتمام يأتي من العناصر الأساسية يعني المأكل المشرب النومة القاعدة الدوام الدراسة ايه من الطرفين يعني يعني نحن غالبا هي تغديت على الشيء نشوف الرجال يسألها المرأة قبل المرأة يعني عادي من أول اتصال من أول لقاء من أول اتصال عادي تودد ذي يعتبر؟ يعتبر فتح موضوع أقدر أقول يبي يفتح موضوع مع الطرف الثاني يبي يلاقي فرصة يطول الحاجة شنو أكلتي يعني لما تقول لأي أنت طبختي طلبتي منها فتح للموضوع وبالتالي هنا يصير حوار وتواصل بين الطرفين اللي هو مقدمة المشاعر الإيجابية والود بين الطرفين نعم أستاذة في حال وجود عدم الاهتمام في العلاقة شلون تتعاملون مع هذه الحالات شلو النصايح اللي تقدمونها طبعا من أهم المشكلات الرئيسية بين أي شركين سواء زوجين حبيبين أي شيء هو قلة الإهتمام لما أحد يقول لي شنو هو الحب تلاقيين أغلب الإجابات من الناس الإهتمام الإهتمام أول إجابة أول إجابة خلش من باقي الأمور الهامة في الحب لكن دائما أي طرف الدنيا يسعى إلى الإهتمام والأكثر طبعا بطبيعة الحال المرأة تبحث عن الإهتمام فلما يغيب الإهتمام عن الشريك الحياة نلاقي الحالات يصيدها نوع من الإحباط نوع من القلق نوع من الاكتئاب حتى في حالات اليأس والرغبة في إنهاء هذه العلاقة نعم تشوفون مثلا أحد الشريكين يعشق الطرف الثاني يحبه يطالع يعني الدنيا بعيونه لكن لأنه افتقد عنصر الإهتمام تشوفه يتألم ويتعذب من هذا الحب فعادي يوصل إلى درجة أن يطلب الإنفصال عن هذا الشريك وهذا شيء مو صحي يعني أي واحد فيهم أن يطلب الطلب أو الشعور أن الكون كله يتمثل بهذا الشريك بهذه المشاعر تثقلها بهذه المحبة وبالتالي حتى اهتمامك الاهتمام الذي أنت تطلبه يكون زيادة عن المعدل الطبيعي لكن هي الفكرة أنه فعلا غياب الاهتمام يؤدي إلى مشاكل نفسية اضطرابات نفسية وتدفع الشخص أن ينهي هذه العلاقة سيدة خديجة ما الأهم؟ اهتمام مصطنع زائف أو ما أقول زائف مصطنع أو حب لكن هناك قصور يعني حب صادق من القلب يعني نحن ساعات فيه أشياء نحبها وايد لكن نقصر وياها وساعات لا أشياء ما نحبها ولكن نتظاهر بالاهتمام ونبدع حقيقة في الاهتمام بهذا الجانب ما الأهم؟ ما الصح؟ الأفود خنقول حق العلاقة؟ شوف ما نقدر نفصلهم عن بعض للأمانة توني مني شوية قلت الحب هو الاهتمام إذا ما كان فيه اهتمام واهتمام ظاهر وبين لا تقدر تقنع أي طرف أن أنت تحبه ما دليل الحب؟ كلام؟ الأفعال الأفعال وما هي الأفعال؟ الإهتمام ما يعني الإهتمام؟ الإهتمام أني أهتم بأساسياتك أهتم بصحتك أهتم بنجاحك أهتم بأمورك أسأل عنك أداريك عندما تحتاجني ستشوفني عندما تطلبني المشاركة المشاركة بعد أحسنتي أهتمام أنا أحب نفسي مثلا لكن مهمل مقصر في حق نفسي والكثير يعني إنسان لا يحب نفسي صح؟ ولكن على الرغم من حبه لنفسه هو يقصر أيضا بالنسبة حق الحب المتواضل بين الزوج والزوجة سيكون أنه يحبها لكن غياب الإهتمام لا ينفي الحب من الآخر هو غياب الإهتمام لا ينفي الحب ولكن يضعفه للأسف يضعفه حتى عندما تقول أنا شخص أحب نفسي بس هاملها يمكن أن تكون خلل في حبك لنفسك أيضا أنا دائما أقول لهم مراجعيني ما أحبتك لنفسك يعني تحط نفسك أولوية مثلا عندما أقول لهم ما عندي وقت أقول له لا لا تقول لي ما عندك وقت هذا الوقت أنت قاعد تضيع بالتلفون تضيع بسوالف مع فلان مع علان إذا أنت تحب نفسك راح توفر وقت للاهتمام بنفسك نعم ونفس الشي تعلق بالأزواج والعلاقات العاطفية أنت إذا تحب شخص راح تطلع لوقت من تحت الأرض أنك تهتم فيه وتسأل عنه وتجبر بخاطرة نعم غير جبر الخاطر من وجهة نظرك متى يبتدي الحب الحقيقي بين الزوجين طبعا هو ما لا وقت معين ولا لا نقول يوم يومين شهر شهرين أو بالسنين الحب ينمو ويكبر شيئا فشيئا نعم فيه أمور كثيرة تساهم في بناء الحب ممكن الحب يبدأ من أول نظرة أنه الارتياح النفسي هذا الشخص فيه مؤهلات فيه مواصفات خلتني أميلة وأعجب فيه نعم ولكن هناك ظروف تعتمد على مرور الزمن لأن الحب هذا يكبر وينمو منها مواجهة الضغوطات مع بعض مثل ما قلنا أن أنا أعين الطرف الثاني أعيني أوقف معي ووقف معي نواجه التحديات مع بعض نبني حياتنا مع بعض مشاركة وتمثل أدوار متعددة في حياة الآخر ضبابت فهني الحب يبدأ بالنمو ويكبر وطبعا التفاهم في حال حدوث المشكلات لأن العكس صحيح كثرة المشكلات تؤدي إلى ضعاف الحب وفي بعض الحالات إنهاء نعم يعني هو في النهاية الحب يعني من الله سبحانه وتعالى ولكن يحتاج إلى أسباب يعني أنها تغذي فيعيش أو أنه يموت مقبل صحيح طيب يعني يعني لون فصل شوي في الأسس اليوم اللي اللي ينبني عليها حب قوي أنت قلت يا حين ذكرت طبعاً اللي هو مواجهة الظروف والتحدي مع بعض والتحدي خلينا نتكلم نحن على مستوى التعامع على مستوى العاطف المستوى العاطفي مثلاً يعني هل هناك دلائل معينة هل هناك أسس معينة ممكن أنها يعني تكون أساس قوي ومتين لحب لا يموت صحيح أول شيء التواصل الإيجابي والفعال يعني بدون ما يكون فيه تواصل بين الطرفين حوار مناقشة الحب راح يضعف شو نقصد بالحوار من المناقشة يعني حين مثلاً أغلب الحالات الكابل ثرابينجول أو الإرشاد الزواجي لما يجوني زوجين كلهم أعطيهم واجب هاي محدد جلسة اسبوعية تقعدون فيها تتناقشون في علاقتكم هذه الجلسة ضرورية تخصصون لكم يوم في الأسبوع ساعة محددة نناقش فيها علاقتنا على مدار هذا الأسبوع يمكن مع مرور الزمن تصير كل أسبوعين بس هي أفضل إحنا نقول أسبوعياً علشان المشاكل ما تتراكم أول بأول أيوه هاي اللي يخلي العلاقة الدوم وتقوى الشيء الثاني مثل ما قلنا الاهتمام بمناسبات الطرف الآخر يعني إذا كان نجاح معين عنده فعالية معينة عنده شيء معين مهم في حياته في شغلة في حياته الشخصية أشاركه مثلاً نحن النساء نحب المناسبات عيد ميلاد عيد سواج مثل هذه الأمور هاي مهمة فأنا حتى لو كنت أشوفها مو مهمة بالنسبة لي أقدمها للطرف الثاني لأنها مهمة بالنسبة لي أما الرجل يحب المرأة تشارك في نجاح المهني غالباً فهي أيضاً تعززها من ناحية مهنتها تفوقها في المهنة أيضاً الجانب اللي يعزز العلاقة أيضاً الوقوف في المهمات الصعبة أو في الحالات الصعبة المرض هذه أكبر دليل على المحبة وبقاء الحب بين الزوجين لما توقف معاه في وقت شدة ومرضه هني أنت عطيته دليل كبير أن أنت الشخص الصحيح والمناسب له لا ننسى بعد الجوانب المعنوية كلمات الحب الرسائل المتبادلة من الحب الأغاني العاطفية وأيضاً الجوانب المادية الهدايا بين فترة وثانية ليس شرط هدايا ثمينة ممكن تكون هدايا بسيطة أيضاً الطلعات الخروجات بين فترة وثانية نقطة مهمة بعد من واقع الحالات التي لدي جاني زوج لا أسأل لا نقطة مهمة ترى أسأل لا تصد شيئاً هناك زوج بالضبط قاللي في الجلسة مثل الي أنت قلتها إذا أخرى الي بتصدى أين أراع الشيطة تأتي أقول يسير طلب الشيطة شخص المتحدد لا ممكن تتصلوا ويتشون في مجمع لم تكن قد تبعي حتى عشو موفيوس ممكن قصة فيلم نشغل فيلم في البيت بوب كورن وشيء ونطالح هو وقت مشترك مو يا كله يا خلا بعد مهم الرجال يعتقدون ان اي طلعة اي مشوار يعني نكلف نحن 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 ترى المرأة ويد بسيطة المرأة ويد بسيطة هذا تهتم بالتفاصيل ولكن القيمة في التفاصيل نفسه اهوى شنو بالنسبة مئة بالنسبة دعونا نغير الموضوع دعونا نحن فعلة واحد دعونا نحن نوسع الدائرة لن نذكرنا في المقدمة وعدنا للمشاهدين ان احنا بنتكلم عن جملة من السلوكيات والتصرفات هل احنا ممكن نصنفها من قبيل الذكاء العاطفي او النفاق بس خلينا نبتدي اليوم اول حين سؤال مهم متى انا اوقف عن تصرفات الناس وابتدي احللها انا ضد التحليل امانة يعني شوفوا انا خصائية نفسية لما اطلع يعني برا في حياتي العامة يعني حلليننا شخصينا قيميننا اشو اقول له ما انا اطلع من العيادة ما ليشغل بالناس ما افكر في الناس اساسا لما راح تنشغل بتحليل الناس ما راح يبقى لك احد ولا راح يبقى لك حبيب ولا صديق ولا اخ ولا احد دائما احنا نتبع نصائح الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم وحتى العلماء الأدباء غيرها يدعونا الى انت قابل الناس بما يظهرون لك لا تدخل في نواياهم مجرد وراح تدخل في نواياهم وتبدى تحلل تصرفاتهم انت هني راح تشوف اكيد راح تشوف شي ضايقك منهم لان ما في احد راح يعجبك وافقك مئة بالمئة ويتناسب معاك مئة بالمئة لكن ما الذي يمشي العلاقات التنازل نقول نتكبر راسك نتكبر عقلك على قولتنا تطنش لا تباق بالمئة ايوه لا تباق بالمئة هذه بشكل عام لكن هناك تصرفات واضحة من الآخرين انها تؤذيك هذه التصرفات الواضحة التي تكون مباشرة مثل شخص يتذب عليك دائما شخص يوعدك و يخلف دائما شخص يستغلك واضح انه يستغلك ماديا معنويا اي شيء هني انت تبدي توقف عن حده شلون توقف عن حده عند حده طريقتين طريقة الاولى المواجهة والمصارحة واني دائما معاها هذه الاشخاص اللي عندهم جرأة عندهم شجاعة اذا ما كان الشخص عنده هذه الجرأة وعنده هذه الشجاعة اقول له تنسحب تدريجيا من العلاقة شوية شوية وتوصل الرسالة للطرف الثاني ان انا خلاص هذه العلاقة ما ابغيها وما ابغي استمر فيها فهذه نجلنا في الافعال اللي واضح فيها اذية واستغلال ونقول التصرفات لا تريح الطرف الثاني بس بشكل عام لا تحلل ولا الدق بس فيه شغلة ثانية استاذة فيه اشخاص يؤذوننا بشكل واضح وعلى العكس والنقيب فيه اشخاص كلامهم معسول بزيادة على الرغم ان ما يكون فيه بيننا مثلا صلة او تربط يعني او ان يكون شخص قريب مني ففي هذه الحالة اذا انا مشيت مع الشخص هذه التصرف او قدرت ان انا تعامل وياه بسلاسة هل انا اعتبر منافقة مثلا او ان هذه الشخص عن شنو يدل تصرفه بهذه الطريقة تمام تمام انهم يحبوني جاملون يحبوني يقولون كلام حلو يحبون يعني لما يشوفونك كأنه شايفين يعني اعز احبابهم اعز صدقائهم هذا اذا كان في حدود السلوكيات وحدود التصرفات فقط لما يشوفني تسوقي ما فيها مشكلة انا انا امش معا كلمة حلوة ايه كلمة حلوة بالعكس الكلمة الطيبة صدقة صدقة تفرح قلب انسان ترفع معنوياته الى اخر احينا ما هو النفاق اساسا النفاق هو ان انا اقابلك بهذا الكلام المعصول وحبيبتي وعمري وتحبب فيتش وتحضنش وتروح من وراتش الى زميلتش الى صديقتش الى وحده هاي وتقول كلام سلبي عنش وتقول كلام ما فيش وتتكلم عليه عكس اللي قابلتش فيه اهني انا نقول هذا النفاق بس اذا اهي تقابلني بهالكلام وبعدين ما لها شغل فيني تسولف عادي تسولف بشكل عام هذا مو نفاق هذا كلمة طيبة الكلام الحلو منها بالضبط بالضبط ودائما اذا جاء احد وصل لك ان احد تكلم عنك بعد هذا لا تصدقى او لا تمشي لان مثل ما وصل لك بوصل لك تتكلمت عن الشخصية المتلونة ايوه طيب نحن نعرف نقاط الضعف و القوة عن هذه النوع من الشخصيات الشخصية المتلونة نحن نعرف لا نفسها ينعكس على عدم قبولها للآخرين فيغطي على هذا النقص اللي فيه بهذه الطريقة يتشكل على حسب الشخصية اللي جدامه نعم فهذا شخص غير متصالح مع نفسه غير متصالح مع مجتمعه ولا مع الأفراد اللي موجودين في حياته فما فيه اي نقاط قوة فيه ممكن هؤلاء الأشخاص يخدعون الناس البسطاء يخدعون الناس اللي يقول تصدق اي كلام اللي يقال لها مثل اللي قلت قبل شوين ان جنة قلحت شي يقوموا صادقة ويبني ردة تفعل عليه فهذه نقطة قوته نقطة قوته الناس اللي تصدق فكل ما قلت الناس اللي تعطي وج كل ما هو ضعف وقل سلوكا وفتكينه منه نعم طبعا استاذة فيه خلط ميل المفاهيم فيه أشخاص يعتبرون الذكاء الاجتماعي تلون في الشخصية ايه صح كلمين عن الفروقات ما بينها احسنتي سؤال جميل جدا الذكاء الاجتماعي هو فيه حديث يقول مدارات الناس نصف العقل شو يعني مدارات الناس نصف العقل يعني اللي قلنا قبل شوية اقول لهم كلمة حلوة اشجعهم اذا شفت عليهم لبس حلوة امدحة اذا سألوني في راية عن شي خلاص مثلا اخذوا واشتروا ما احبطهم ما يعني اقولهم ش هذوق خلاص خذاه وابعا ما سألني قبل فاذا عطيت الكلمة طيبة وشجعتها وحمستها اهني انا داريته اهني هذا ذكاء اجتماعي اما الشخص المتلون هو الشخص اللي نفس ما قلنا قبل شوي يظهر لك بوجه يروح لشخص ثاني بوجه ثاني انت معاك اصلا تلاقي احبطك بطريقة غير مباشرة ممكن يقول لك كلام حلو لكن تحت الكلام الحلو فيه شنو له يدسون السم بالعسل على قولتنا فيه تحريض فيه تشويش فيه احباطك بطريقة غير مباشرة ايوه فهذا الشخص المتلون فاذا هناك فرق بين الذكاء الاجتماعي بطبيعة الحال وبين المفاق الاجتماعي او الشخص المتلون الموضوع شير ان شاء الله وحنا ان شاء الله بنتناوله ايضا في حلقات قادمة بإذن الله يعني مستقبلا كنت جدا مفيدة سادة خديجة لعويناتي شكرا وشاهدين احنا نشكر سادة خديجة لعويناتي اكيد ووصلنا الى الختام نشوفكم باشرة على خير في امان الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة